موسيقى بسم الله والابن والروح الكدس الاله الوحد امين اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم تي نحط احنا دايما في حياتنا الكنسية عارفين ان العمل الاساسي للكنيسة هو خلاص النفس والاهتمام بالحياة الروحية للناس وتقريبهم لربنا وتوحدهم بالمسيح من خلال المعمودية والافخارستية والحياة الروحية كلها لكن ده ما بيمنعش ان الكنيسة كمان تهتم بالنواحي المادية تاعت الانسان لان احنا تعلمنا من ربنا يسوع المسيح لما تقابل مع الجموع في البداية اشبعهم بالكلمة وبعدين لما لقاهم جعانين ما صرفهمش فارغين لقال له يخوروا في الطريق فاعطاهم واكلوا من الخبز والسمك وشبعوا وفاض عنهم اثنى عشر قفة مملوقة والمعجزة دي عملها المسيح مرتين ده درس خل الكنيسة تاخد بالها على قد ما احنا مهتمين بالنواحي الروحية يجب ايضا ان نهتم باحتياجات الناس المادية عشان كده فيه اوشية مخصوص من اجل المصادر الطبيعة بتاعة الحياة للانسان من اجل الماء والهواء والثمار والزروع والعشب بنطلب ان الله يبارك هذه المصادر والينابيع عشان الناس تشبع ما يكونش هناك مجاعات تهدد حياتهم وسلامهم وتربطوا الكنيسة بين هذه الاحتياجات الطبيعية وبين اهتمامات الناس الروحية لان الفقر والجوع والطراب الطبيعة بتسبب ان الناس تنشغل عن الاعمال المقدسة الروحية وممكن يتزمروا على الله ويبقى اوضاعهم مش كويسة فالكنيسة بتصلي من اجل سلامهم ومن اجل شبعهم زي ما نقول في القوشية اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزدادة في كل عمل صالح لما يكون لنا الكفاية الكفاف هنا يقصد بيه فعلا الكفاية يبقى الانسان يزداد في العمل الصالح لكن لما يكون في عوز هيبقى قاعد جايز بيصلي لكن ذهنه مجهول باحتياجاته لو هو انسان ناسك وزاهد ومش فارق معاه على الالهبة مجهول باولاده الجعانين او زوجته اللي محتاج حاجة هو مش عارف يسددها عشان كده احنا عندنا حاجتين يجب ان نهتم بالفقراء ويجب ان نصلي من اجل بركة الخيرات التي يعطيها الله للانسان ودي بتفكرنا ب صلوة صغيرة كده جات في سفر الامثال صح 30 بتقول لا تعطيني فقرا ولا غنا حقيقة دي صلوة جميلة اطعمني خبزة فريضتي خبز فريضتي يعني زي خبزنا كفافنا لقل اشبع واكفر واقول من هو الرب او لقل افتقر واسرق واتخذ اسم الهي باطلا حكمة جميلة جدا يا رب مش عايز فقر يحوجني للناس واتطر اسرق او انصب او اجيب الفلوس بطريقة غير مشروعة واتخذ اسم الهي باطلا يعني كاني بستعين بالله على حاجات غلط او الغنى اللي يخلي الانسان يتكبر ويشبع ويقول انا مش محتاج رب نفسي من هو الرب عشان كده احنا بنصلي من اجل هذه الخيرات التي يعطيها الله للانسان في موسم الزرع نقول اذكر يا رب الزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة باركها دي في موسم الزروع الزرع والعشب ونبات الحقل في موسم الحصاد بيبقى فيه اهوية ممكن تطير الزرع وتبوزه فبنقول اذكر يا رب اهوية السماء وثمرات الارض في هذه السنة باركها اما في موسم الفيضان وزيادة مياه النهر بنقول اذكر يا رب مياه الانهار في هذه السنة باركها اصعدها كمقدارها كنعمتك كلمة اصعدها كمقدارها يعني على الحجم المطلوب بالزبط لان لو مياه اقل من المعتاد هيحصل مجاعات ولو زيادة عن الاحتياج هتحصل كوارث الفيضانات عشان كده بنصلي من اجل ان ترتفع مياه النهر كمقدارها كنعمتك ولما نقول اذكر مياه الانهار طبعا احيانا بنصلي من اجل نيل مصر باركه على اساس دي بلدنا والكنيسة ابطية مرتبطة بالنيل ومرتبطة بالثقافة ومرتبطة بالمواسم بتاعة الزرع والحصاد والفيضان والاهوية داخل مصر لكن في نفس الوقت احنا بنصلي من اجل كل العالم لشان كده يقول اذكر واما اياها الانهار في كل العالم لان الكنيسة حاضنة للعالم كله مسؤولة عن خلاص الجميع بنبقاش انانيين بنفكر في ارض مصر خصوصا كمان بعد ما بقى لنا كنائس في كل قرات العالم في بلاد المهجر عشان كده حتى في البلاد دي بقوا يصلوا التلات اواشي مع بعضيهم يعني اذكر بالمياه والاهوية والثمار والزروع في اوشية واحدة لان طبعا مواسم الزرع والحصات في البلاد دي غير عندنا في مصر بعد كده نقول لما ترتفع مياه النهر كمجدارها نقول فرح وجه الارض يعني التعبير ده جميل لان الارض لما يكون عطشانة تبقى متشققة وكأنها محتاجة شوية مياه ربوه البلاد اللي ما فيهاش انهار تبقى محتاجة مياه الامطار الارض فعلا تنشف وتتشق اوما تنزل الامطار تحس الارض كأنها فرحت وارتوت ودي تفكرنا بنبوة قالها اشعياء النبي هي فعلا النبوة دي عن حلول الروح الكدس ايام المسيح لكن بيها نفس المعنى تفرح البرية والارض اليابسة البرية والارض اليابسة اللي هي مفهاش انهار هنا تفرح بمعنى هيجي لها مياه في الاصل النبوة دي مقصود بيها البرية والارض اليابسة هي الشعوب اللي ما كانش عندها نعمة تعبد الاوثان هتفرح لان نور الانجيل هيوصل لهم ومياه الروح الكدس هتوصل لهم ويبتهج القفر ويظهر كالنرجس النرجس ده نوع من النبات يحتاج مياه كثيرة يظهر اظهارا ويبتهجه ابتهاجا البرية تفرح والقفر يبتهج ويحصل فيها نوع من الاثمار والازهار فده برضو لما تيجي المياه تروي الارض هيبقى فيه خير كتير الارض دي هي قلبي اللي محتاج مياه الروح الكدس عشان يرتوي ويشبع ويثمر لمجد الله لذلك مثلا احنا في شهر هتور دلوقتي تلاحظوا الحد الاول والحد التاني الكنيسة تقررنا مثل الزارع خرج الزارع ليزرع لان دا الموسم بتاع الزارع هتور فكأن الكنيسة بتربط ما بين الطبيعة اللي احنا عايشين فيها وبين حياتنا الروحية او ملاء الارض بتتزرع اقول يا رب ازرع كلمتك في قلبي لما لاقي الارض بتتروي اقول يا رب ارويني بنعمتك بروحك الكدوس لما لاقي الارض تثمر اقول نفسي يا رب تفرحني بثمر حياتي زي ما قال معلمنا بولس لان ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق دايما الكنيسة بتعلمنا نربط ما بين الزواهر الطبيعية بتاعت حياتنا اليومية وما بين علاقتنا مع الله ونموينا في النعمة بعد ما نقول فرح وجه الارض نقول يروى حرثها ولتكثر اثمارها الحرث بتاع الارض ان الفرلاح لما بيجي في البداية بيحرط الارض يقلبها عشان الطبقة اللي تحدي دي تطلع تتعرض للهوا ويحصلش تعفن في الطينة بتاعت الارض وفي نفس الوقت عشان يبقى فيه مسام يقدر يزرع فيها الزراعة بتاعته فبنقول الحرث دوة ليروى يعني يا رجيت رب المية اللي جاية في النهر تكفي ان تروي جميع الحرث بتاع الارض ولتكثر اثمارها نتيجة النعمة الالهية طبعا الفلاح اكتر انسان يبقى عنده ايمان سامحوني يعني اكتر من الموظف ومن العامل ومن مهني لان دول احيانا بيحسوا بمهارتهم الفلاح المهارة بتاعته بتجيش حاجة بالنسبة للي بيحصل في الارض فهو بيزرع الارض ويسيبها بان هو اللي بيناميها زي ما قال بولس الرسول انا غرست وابوله الصاقة لكن الله كان ينمي ليس الغير الشيء ولا الصاق بالنسبة للي بيعمل ربنا وهو تنمية الزرع عشان كده الفلاح تلاقيه اللي بيزرع الارض يعني عصابه هادية من زي الصناعي اللي واقف على مكنة ومتعود على ايه ان الحاجة تاخد وقتها فبيزرع الارض وينام ويقوم والارض تعطي الثمار من ذاته بنعمة ربنا عشان كده بنقول ليروح الفوها ولتكثر اثمارها احنا نهتم لكن الله هو العامل الاعظم في هذا الموضوع ودي زي ما قلت من شوية بتنطبق على حياتنا الروحية احنا في الخدمة نزرع ونروي لكن الله هو اللي بينامي انا في حياتي الشخصية اعمل حبة جهات بوسطاء لكن النعمة هي الغنية اللي تشبعني ولاحظوا هنا الفلاح والزرع اعظم نموذج للشركة بين الله والانسان يعني فيه ناس يركزوا على عمل النعمة فقط النعمة فقط والانسان ملوش دور فيه ناس يركزوا جدا على عمل الانسان وكأن ربنا وقف يتفرج لكن الفلاح بيعمل ايه لو هو ما خرجش الصبح بادري وفي الموسم بتاع الزرع وما تعبش في انه يزرع مش ممكن الارض تنبت ازاي ربنا يعمل بنعمته في انسان ما زرعش وفي نفس الوقت هو متأكد انه مش بشطرته لما رمى البزار مش بشطرته ان هي اصمارة تنبتت داخل ربنا فيبقى دايما بيعمل مجهود لكن معترف بنعمة ربنا فاحنا دي في كل حياتنا بقى الطالب اللي بيذاكر ربنا بنجحه المريض اللي بيتعالج ربنا بيشفيه لكن انا ما عملش الجزء بتاعي واستنى ربنا يعمل كل حاجة هتبقى غلط مش ممكن الفلاح اللي عنده ايمان قوي ينام في البيت ويقول انا متأكد ان ربنا هيخلي الغيد بتاعي مليان بالصمر من غير مزرع مش ممكن الخبرة بتاعته بتعلم ان هو يقوم جاهد والله يعطي نعمته عشان كده احنا بنصلي الفلاح اي مشغال لكن انا في الكنيسة بصليله ليروح حرثوها ولتكسر اسماروها فاحنا بنطلب من ربنا البركات الروحية والمادية خصوصا ان في وعود من الله ببركات خاصة لشعبه اللي زسلك وفي وصياه واحكامه يعني مثلا في سفر الخروج يقول ايه وتعبدون الرب الهكم فيبارك خبزك وماءك وازيلوا المرضى من بينكم انا عارف طبعا دي وعود ربنا في العهد القديم كانت مادية اكتر من وعوده في العهد الجديد بركات روحية الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات بس ما زالت وعوده موجودة يعني الانسان اللي هو يسلك في وصايا ربه واحكامه الله يبارك في حياته تلاقي يقولك يزيل المرض من بينكم حتى لو جه مرض تلاقيه ربنا بيعديها بقى مرافقنا في ظروفنا كلها ويبارك خبزك وماءك وفي سفر التسنية يقول ويحبك ويباركك ويكثرك ويبارك ثمرة بطنك اللي هي الولادة وثمرة ارضك قمحك وخمرك وزيتك ونتاج بقرك واناث غنامك وبين يبارك وفي تسنية 16 يقول لان الرب الهك يباركك في كل محصولك وفي كل عمل يديك فلا تكون الا فرحا الاية دي جميلة اوه فلا تكون الا فرحا يعني ربنا بيوعد انها تبقى في كل احوال حياتي انا فرحان لان رب بيبارك البركات الزمانية هي ايضا دلالة على بركة ربنا لحياتنا ورضاه عن شعبه عشان كده احنا بنصلي بلاجاجة من اجل هذه البركات ما ملحظت لو في واحد عنده مرض او في ضيقة او حاجة ما يعتبرش دي لعنة معنى الله الله يحبنا في كل احوالنا وممكن يكون بيهزبنا بيقدبنا بيغير في طريقة تعامله معنا عشان الحياة بقى فيها نوع من التغيير يعني احيانا بيبقى ايام حلوة ايام متعبة فدي بتخلي عاجلة الحياة تمشي ولجوئي الى الله يكون متجدد فمحدش فينا يشعر ان الله غضبان عليه لو عنده ضيقة في احتياجاته المادية او عنده مرض ولما ييجي يرى النصوص دي يقولك ازيل المرض من بينكم طيب ربنا ما ازهلهش من عندي يبقى انا ايه بقى ربنا ازعلان مني لا البركات الزمنية هي احيانا تتحجب على اساس ان يهمنا اكتر البركة الابدي بنكمل بقى في القشية نقول اعدها للزرع والحصاد اعد الارض يا رب للزرع والحصاد برضو عن مستوى المادي عن مستوى الروح يعني يعد قلوبنا للزرع زر كلمة الله والحصاد يبقى فيه ثمار الروح والكدس وطبعا عن المستوى المادي بنقول لرب خلي الاراضي بتاعتنا جهزة للزرع والحصاد من اجل خير الناس بارك اكليل السنة بصلاحك اكليل السنة معناها بدايتها فاحنا في كل يوم بنصلي من اجل اكليل السنة يعني صحيح احنا عندنا في عيد النروز ده مرض بيتكرر طول فترة احتفالنا بالنروز اللي هو رأس السنة الابطية لكن بنقولها كل يوم وكأن ايه صحيح السنة الميلادية لها بداية السنة الابطية لها بداية لكن ما هو كل يوم بداية سنة جديدة يعني اذا كان النهاردة 23 نوفمبر يبقى دي بداية سنة بتاعة يوم 23 نوفمبر ترف السنة هون يبقى برضو في نفس التاريخ عشان كده بارك اكليل السنة بصلاحك كأننا بنردد المزمور اللي بيقول تعهدت الارضة وجعلتها تفيض تغنيها جدا شوف الكلام بتاع ربنا حلوة سواقي الله ملآنة ماء تهيئ طعامهم لأنك هكذا تعدها اروي اتلامها اروي اتلامها اللي هي اروي حرثة مهد اخديدها الاخديد هي التأسيمة اللي بيعملها الفلاح في الارض بالغيوث تحللها الغيوث هي الامطار تبارك غلتها كللت السنة بجودك واثارك تقطر دسما تقطر مراعي البرية وتتنطق الاكام بالبهجة تتنطق يعني تلبس منطق اكتست المروج غنما المروج يعني الحقول والادوية تتعطف برا تتعطف يعني تلبس معطف يعني تلبس والبر هو القمح مش بر الاودية تتعطف برا البر هو الامح تهتف وايضا تغني مزمور جميل مزمور 65 فيحنا بنقولك بارك اكليل السنة بصلاحك صلاحه معناه خيره من اجل فكراء شعبك من اجل الارمالة واليتيم والغريب والضيف طبعا كأننا بنستعطف ربنا من اجل الفكراء يعني احيانا لما بتحصل مجاعة او زي اليومين دور مثلا فيه غلوه اسعار الناس الاغنية ممكن متأثروش مش فارق معا انه يجيب الحاجة برخيص او بغالي هو عنده فلوس كتير لكن اللي بيتأثروا جدا الناس البسطاء الغلابة اللي هو كان في يوم الايام ممكن يشتري لحمة دورتي مش ممكن يشتري لحمة مش ممكن يعني هتاخد كل مرتبه عشان يشتري كيلو لحمة مرة في الشهر فالبسطاء والغلابة يتأثرون جدا بغلوه الاسعار وبالمجاعات اكتر من الاغنياء اللي مش فارقة معها عشان كده لما بنيجي نسال لنقوله عشان خاطر الفقر من اجل بقى الفئات الضعيف الارملة لان ملهاش سند زوج هتوف اليتيم لانه بيتربى في جو ما عندوش اب او ما عندوش ام والغريب دايما الغريب بيبقى ضعيف لانه مش عارف يتحرك لوحده والضيف دايما الضيف برضو لما بيجي وزورنا بيبقى قاعد ضعيف يعني فيه فرق بان انا قاعد في بيتنا بحكم وان انا اضيف عند الناس فالكنيسة بتستعطف وجه الله من اجل هذه الفئات الضعيفة زي ما جيه في سفر التسنية الصانع حق اليتيم والارملة والمحب الغريب ليعطيه طعاما ولباسا الله هو صانع حق اليتيم والارملة لهم حق علينا اهم فئات في الكنيسة نهتم بيها اليتيم والارملة ورسالة مني لكل ابائي الكهنة واخواتي لما يكون عندنا جنازة وشايفين ان فيه واحد توفى مش كفاية ان انا اعزي واصلي واصرفهم بسلام او اني ازرهم في البيت يوم التالت وخلصة القصة دا لازم اعود مع الست دي اقول لها انت هتدبري امورك ازاي بعض الارامل تبقى عينها مليانة ومش ممكن تطلب من الكنيسة بس هي محتاجة لازم يكون فيه نوع من الخصوصية في التعامل مع الارامل والايتام لان دول مسئوليتنا الاولى امام الله اليتيم والارملة بالذات طبير بقى اللي بيجوا يعني عندهم جرأة يطلبوا والاسف يعني احنا اللي عندهم جرأة يطلبوا يبقوا مش محتاجين لكن المحتاجين بالحقيقة تلاقيها خجلانة وتبكي وتقول انا مش عايزة ااخد حاجة من الكنيسة دا حق الفقر انا مستورة ومش محتاجة لا لازم نشوف وخصوصا ايام اللي احنا فيها دي والغلو والاسعار ممكن يكون جزء بياخد مرتب ولي معاش اكيد المعاش اقل من المرتب جايز مع المرتب كان بيلقى تعيشوا في حاجة ان يدرقات مفيش هل هي بتشتغل ولا بتشتغلش هل عندها اولاد في مراحل التعليم ولا تخرجوا وبيشتغلوا ولا تخرجوا لسه مشتغلوش هل عندها بنات في سن الزواج هل عندها بنت مخطوبة ومش عارفة تجهزها لازم ابونا يتولى الامر تماما وكأن الراجل لم يتوفى فالارمالة واليتيم لهم حق عندنا ربنا هو صانع حق اليتيم والارمالة والاب الكاهن انا متأكد يعني مئات الكاهنة بيقوموا بالدور دا بكفاءة حلوة اللي بيقوم بالدور دا تلاقي الخير جايله كتير من اجل الغلابة دور الله كمان يتقال عنه المحب الغريب ليعطيه طعاما ولباسا ربنا هو الذي اوصانا بخدمة هذه الفئات الضعيفة المحتاجة بص النص دا جميل جدا في سفر التسنين اذا حصدت حصيدك في حقلك ونسيت حزمة في الحقل فلا ترجع لتأخذها سبها بقى للغريب واليتيم والارمالة تكون هيجي حد يلمها من وراءك لكي يباركك الرب الهك في كل عمل يديك واذا خبطت زيتونك فلا تراجع لاغصان وراءك هو طبعا انت عافين حصاد الزيتون انه هم بيخبطوا الشجرة فالزيتون يقع في الارض فيقعد يخبط في الشجرة غيرت من ينزل كل الزيتون فبيقول له يعني سيب حبة للغريب واليتيم والارمالة يكون تفتكروا كسة رعوس اللي كاي بتروح تلقط وراء الحصادين وكان اللقط دوت بيبقى عندها حجرها مليان بالحصاد لانه هم اخدوا هذه الوصية وانت بتحصد تسيب حاجات كده للناس الغلابة وكانوا الغلابة دول يروحوا لصاحب الغيت يستأذنوه ممكن نلقط وراء الحصادين يسمح لهم لانه راجل مليان بالخير لو كان شرير ما يمنع فيبقى الخير بتاعه قليل والعكس بقى ربنا وضع عقوبة شديدة جدا لمن يظلم الارمالة واليتيم والغريب في سفر التسنية يقول ملعون من يعوج حق الغريب واليتيم والارمالة فاحنا ناخد بالنا يعني ناخد بالنا ازاي بقى بصوا انا ذاتي قلت على ابونا الكاهن يهتم بالارمالة لكن ايه رأيكم في اهل جزها اما يكون بنت متجوزة وجزها توف اهل جزها يعملوها ازاي احيانا بيعملوها بمنتهى القصاء وكأنها هي لقتلته يزن بها ايه مش كفاية ان هي ترملت وهي عندها احتياجات احيانا يزلوها في ان هم يعطوها حقها الطبيعي اللي هو بتاع جزها المتوفي ازاي اظلم ارمالة ازاي اظلم يتيم ازاي انا اباتبغتة في خير وشايف ولاد أخوي المتوفي أجعانين إزاي يعني هعيش إزاي وأنا شايف ناس لحمي ودمي تعبنين يعني أرجو ناخد بالنا اليتيم والأرملة دول حقهم عند ربنا والإنسان اللي يظلم اليتيم والأرملة مش ممكن تبقى حياته مستقيمة بعد كده مش ممكن لابد هياخد عقوبة في الأرض غير العقوبة اللي في السامة لأنه أزل أرملة ويتيم أرجو أن احنا ناخد بالنا جدا من الحتة دي وبعدين تضي بفيض عشان ربنا يضي بفيض ما تخلوش حدي حس أنه هو محتاج ويتزللنا عشان ياخد بالعكس قبل ما يطلب تكون بتدي وإذا كان في حد غفلنا عنه مش واخدين بالنا وهو جه يطلب نبقى مكسفين من نفسنا أن احنا اضطرنا يسأل أما ضيف فقد أوصان الله بخدمته فرح يما قال عكفينا على إضافة الغرباء وقال لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها أضافة أناس ملائكة وهم لا يدرون ويقول كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة بلا دمدمة يعني بلا تزمر لحظوا بقى إحنا قلتي بنصلي في القوشية بنقول يا رب خلي الخير يكتر من أجل الفقراء شعبك من أجل الأرمالة واليتيم والغريب والضيف مش من اللائق أن أستعطف قلب الله من أجل هذه الفئات الضعيفة وبعدين يتجاهل خدمته طبعا بغض النظر عن الناس سامحوني بقى في التعبير أن الصابين اللي بيجوا يلف حولين أبونا وحولين الكنيسة عشان ياخدوا من هنا ومن هنا ومن هنا وهم عندهم حاجات كتيرة لازم ندور على المحتاج بالحقيقة وأرجو لو دخلت كنيسة لقيت أبونا بيشخط في فقير ما تتعصرش أبونا بيعارف نداءة والستة دي بتلف بطريقة مش مظبوطة ودي حاجة مش مفروضة أن احنا نشجعها أنا يجب أن أرى من هو المحتاج بالحقيقة ووصل له الحاجة لغاية عنده بعد كي بنكمل في القوشية من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك الكدوس يعني من أجل الفقرة واليتيم والأرمالة والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا ما احنا كلنا يا رب محتاجين نعمتك احنا نرجوك ونطلب اسمك الكدوس ليس الفقراء فقط يحتاجون الله احنا كلنا مش هنعرف نعيش من غيره هو قال بدوني لا تقدرونا أن تفعلوا شيئا حقا يا رب يسوع نحن نرجوك ونترجى اسمك الكدوس نترجى عطائك الإله لنا كل حين فإلى من نذهب هنروح لمين لأن أعين الكل تترجاك يعني العينين بص عليك كده بتترجى إحسناتك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن حين حسن يعني في المعيد في المزمور يقول أعين الكل إياك تترجى لحظوا أن صلوات الكنيسة متخدم الكتاب المقدس هو الصلوة بتقول أعين الكل تترجاك وهي جاي في المزمور أعين الكل إياك تترجى وأنت تعطيهم طعامهم في حينه كلمة في حين حسن يعني في حينه مش متأخذ تفتح يدك فتشبع كل حي رضا حقا طوبة للشعب اللي ليه الحكاية طوبة للشعب الذي الرب إلهه مش هيخليهم محوجون وإني كمل نقول اصنع مانا حسب صلاحك يا معطيان تعامن لكل دي جسد اصنع مانا حسب صلاحك الصلاح هو الخير حسب خيرك مش حسب احتياجنا أو حسب استحققنا حسب صلاحك أنت اغنينا يا معطيان تعامن لكل دي جسد كل دي جسد معناها مش بس البشر ما الحيونات لها أجساد والطيور لها أجساد والأسماك لها أجساد والنبات له جسد اللي هو الكيان بتاعه الله يعطي تعامن لكل دي جسد بنقوله في المزمور الذي يعطي خبزا لكل بشر لأن إلى الأبد رحمته ونكمل نقول املأ قلوبنا فرحا ونعيما كلكم اختبرين أنه ممكن يكون البيت فيه خير كتير لكن اللي سمح الله لو فيه نكد ما يبقاش فيه فرح ولا نعيم تخيالوا قاعدين ناكل صفرة ومليانة أكله من جميع الأنواع قاعدين حصل نكد كده مين هيتلزز بالأكل لا يقاموا سابو الأكل مهما كان شهي فإحنا محتاجين مش بس الاحتياجات المادية محتاجين يا رب أن قلبنا يتملي بالفرح والنعيم عمل زي المزمور بيقول مع أنه لم يترك آسف سفر الأعمال مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد وهو يفعل خيرا يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا أهم حاجة قلوبنا تبقى رادية ومستقرة وفرحانة عشان لما يكون نحن أيضا لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح إذ يكون لنا الكفاف الكفاف هي جاية في الإبتي روشي بمعنى كمان الكفاية هو الكفاف معناها الحد الأدنى من الاحتياجات والكفاية معناها الناس متغطية يعني والكفاية بالنسبة لواحد غير واحد الأسرة اللي فيها اتنين غير اللي فيها عشرة والأسرة اللي فيها ناس مرضى غير الأسرة اللي صحتها كويس اللي فيها كل الأفراد الأسرة بيشتغلوا غير الأسرة اللي فيها لسه طلبة وناس مش لقيا شغل فكل واحد اللي يزروفه إذ يكون لنا الكفاية في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح مش نتعطل مش نكده يقول معلمنا بولس في كورونسوس الثانية الله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا لكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح يعني النص ده متاخد من كورونسوس الثانية تسعة كنيسة تعلمنا أن احنا نطلب من الله احتياجاتنا ويقول معلمنا بولس ليس أني أقول من جهة احتياج فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه هو ده بقى الكفاية فيه إنسان عنده ملايين يقول طب ليه ما يكونش مليارات وفيه إنسان عنده ما يكفيه يومه يقول أشكرك رب علينا فيه فالمهم الإحساس بالاكتفاء تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستفضل أتضع هنا بمعنى أن أنا أحتاج يعني تعودت ممكن يوم يعد علي ما عنديش أقول أشكرك رب ويوم تاني أستفضل معناها يبعا عندي فضالة ووزعها يقول في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تضربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص يعني الإنسان اللي شبعان بربنا يبقى عنده إحساس بالاكتفاء يقول لك أشكرك رب أن أنا في بيتنا ومقفول علينا الباب ده فيه ناس مش لقيا بيت ولا لقيا سرير وفيه إنسان تاني وعنده قصور وعنده ممتلكات مش حاسس بالراحة ولا السعادة ولا الشبع في المهم الإحساسي أنا هذا المبدأ يجعلنا غير مهمومين في شيء زي ما قال معلمنا بولس لا تهتموا بشيء بفي كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله الإنسان اللي هو ساتسفايد يعني شبعان مش عايز حاجة باستمرار حتى احتياجات يعرضها لربنا بالصلاة والدعاء مع الشكر كل أشكرك رب على كل اللي أنت بتعمله معي الله الحنون يملأ كل احتياجاتنا بغنى أختم بالنص الجميل دوت اللي قاله بولس رسولك أنه صلاة من أجلنا بيقول فيملأوا إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع أمين ربنا يملأ كل احتياجاتنا بحسب غناه في المجد صلوا من أجل المرضى صلوا من أجل المحتاجين صلوا من أجل إنسان محتاج يعمل أشعة ولا فحص ولا إما أرقاي ومش لقي فلوس صلوا من أجل واحد عايز دوا ومش لقي فلوس صلوا من أجل واحد عايز يتعشى ومش لقي فلوس صلوا من أجل حد داخل عشيتها ومش لقي فلوس عشان يجيب بابس ربنا يبرك حياتكم لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين هناخد فاصل ونرجع لأسئلتكم لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين اشتركوا في القناة من قال إن أنا الوحدي وإنت يا إلهي جنبي ومعايا كل أيامي من قال إن اللي خلقني فبقاتي مش سمعني ولا شارقني في آلامي من قال إن أنا الوحدي وإنت يا إلهي جنبي ومعايا كل أيامي مش هدل غيرك إن لحياتي يا ربي بقدم لك صلاتي ده أنت النور اللي بينور كل عمري أيامي بكلامك هتحييها وسنين الخير بارك فيها خلني دايما وياك أملك أمري أملك أمري من قلبه حنين زيك من عنده أحساس حبك وواهد لي أحلى حياتي من وياك أنا متطلب من زيك هيكون ممكن لما فيش غيرك إله مش هدل غيرك إن لحياتي يا ربي بقدم لك صلاتي يا ربي بقدم لك صلاتي ده أنت النور اللي بينور كل عمري أيامي بكلامك هتحييها وسنين الخير بارك فيها خلني دايما وياك أملك أمري أملك أمري يا إله أنا كل ما إنك أبو يا الحنان ومعاك طرية كمل والإسمك دايما نعلي سورتك قدامي تملي أنا ليك قلبي بسلم مش هدل غيرك كل حياتي يا ربي بقدم لك صلاتي ده أنت نور اللي بينعوك كل عمري أيامي بكلامك هتحييها وسنين الخير بارك فيها خلني دايما وياك أملك أمري مش هدل غيرك إلا حياتي يا ربي بقدم لك صلاتي ده أنت نور اللي بينعوك كل عمري أيامي بكلامك هتحيها وسنين الخير بارك فيها خلني دايما وياك أملك أمري أملك أمري 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 موسيقى بسم الله عاقلا مقدسا يعني وكديس وفيه كمال المعرفة بس يقولك خلك كملا وما دعول إنه مو في الكمال فممكن يكون عارف الفرق بين الخير والشر لكن معرفة المعلومة مش الخبرة يعني زي ما يكون مثلا أنا عارف إن المرض وحش وأشوف الناس اللي بيتقلموا فبقولوا حرام ده حاجة صعبة أو لكن لو أنا جاي للمرض وتقلمت دي معرفة جديدة بقى بتاعت الخبرة يقول لا ده أنا كنت متخيل حاجة تانية غير كده خالص فدي معرفة الخبرة سؤال خالي أخد ضعف مراث أمي حسب طالبه وإلا مش يعطيها أنصبها أمي كانت بتبكي لهذا الشأن حتى سفرت السماء وزوجته رفدت توزيع المراث بعد وفاته حسب وصية المسيح أليس هذا المال لديهم وهو مال ظلم أنا لا أستطيع أن أحبهم كما أوصانا المسيح وأن أغفر لهم ذلك طبعا غلط إن الواحد يظلم إخواته وغلط على زوجة خالك إن هي برضو تظلمكم بس أنت كمان ما تغلطيش بإنك تكسري وصية الحب المال بيروح لكن الحب قائم فهم غلطانين في الظلم وأنت غلطانة في عدم المحب فأرجو إن إحنا نلجأ لله بالصلاة ونحب الناس اللي ظلمونا وتأكدي إن الله بيعود أضعاف أضعاف هيبان بقى إن أولادك يطلعوا حلوين ونجحين ومستقرين ومحتاجناش الفلوس اللي كانت من حقوقوا تاخدوها طبعا بالإضافة لو في وسيلة لاسترداد الحق ممكن تتعمل بس في سلام مش في خصومة ولا في تقاضي سؤال في ناس بيشحته في كنيسة هم هم كل قداس كل عشية واللي بياخدوا منه مرة يلحوا عليه هل لو رفضت أعطائهم ربني يزعل مني في الحقيقة مفروض خدمة الفقراء يتم تنظمها في كنيسة عن طريق أب كاهن ومكتب لدراسة الأحوال ونلغي حكاية الشحاتة دي وحشة قوي مش مقام المسيحيين إن حد يشحت في حش الكنيسة أو في الكنيسة اللي محتاج حاجة يروح لأبونا واللي عنده فلوس يديها لأبونا وأبونا هو اللي وزع بحسب احتياج الناس وده حاجة اللي عملوها أبقنا الرسل موجودة في سفر الأعمال طبعا باستثناء لما كن أنا شخصيا عارف حد محتاج فعلا مش نصاب وأنا أساعده بيني وبينه في خصوصية مفيش مانع لكن حد بيلف على الناس أو في الشوارع وبعدين بعد ما يتوفن لقى عنده عمارة يملكها أو عنده فلوس كتيرة متخزنة في البيت حرام يعني ده حق الفقراء مش النصابين سؤال ليه المسيح قال أن ساعته لم تأتي بعد وبعد كده عمل معجزة ما معنى أن ساعته لم تأتي ما هي المعجزة طبعا لما المسيح قال الكلام للعدرة ماريا فورس قانا الجليل كان يقصد ساعته يعني بداية خدمته لسه أنا في خطة بالنسبة لي لكن عشان خطر العدرة هو كسر الخطة وبدأ وعمل المعجزة قرامة لطلب العدرة بس سؤال عنده الموت وانتهي عمر الإنسان إيه مصير الروح أو النفس هل تروح للجحيم؟ أم المسيح عامل إيه؟ بصوا المؤمنين الأبرار أروحهم تروح مباشرة إلى الفرداس مفيش جحيم خلاص لكن الأشرار وغير المؤمنين هيروحوا الجحيم؟ وملقيه الفرق بين واحد عاش مع ربنا وواحد عاكس ربنا سؤال لو أنا معي مبلغ طلعت عشوره بقيت المبلغ جبت بيه دهب لما أجي أبيع الدهب أطلع العشور من مبلغ ده كله ولا من الأرباح فقط يعني طبعا من الأرباح بس أنا عايز أقول لكم مع ربنا خليك مباحبح تعودش إيه بالسكينة بالشوكة والسكينة يعني مع ربنا كل ما تبحبح حيبحبح معك يعني الإنسان اللي بيطلب الموت أو يتمنى الموت خطيئة؟ بلاش؟ إحنا نقول لرب ليه اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا لكن أن أبقى في الجسد ألزم لأجلك ليه الحياة هي المسيح والموت ربح اللي اتنين بنسبلنا سيان طول ما أنا عايش في الأرض أخدم الناس لما أروح السامة هتمتع بالمجد الأبد فإحنا مش يائسين من الحياة ولا بنتمنى الموت لكن إحنا بنحب الحياة ونحب كمان الأبدية السعيدة في واحد بعيد لسؤال هو مصور صفحة من البس المضية اللي فيها من ثقوتقية يوم الحد أفين تي لخنية النوب هجنتي إكليسية أفين بستمنوس النوب هجنتي بارسينوس بيقول بعض الكنايس لما بيصلوا القطعة دي بيقولوا المشبه المشبه به مثلا يقولوا شبهوا العزراء بالقسط الزهبي ومخلصنا بكيلة المن لا هي طبعا كلمة أفين أفين جاية من الفعل إيني إيني يعني يحضر فهي حرفيا جابوا القسط الزهبي على العدرة قالوا دي زي دي أو دي تشبه لدي أو دي رمز لدي فجابوا قسط الزهبي على العزراء وكيلة المن على مخلصنا فيبقى شبهوا قسط الزهبي بالعدرة وكيلة المن بمخلصنا يعني ده الرمز وكيلة المن رمز لكن لما تلعكس تبقى مش مظبوط سؤال بيقول أنا شفت فيديو لأب كاهن يقول مش مهم نصلي المزامير قبل القدس هو طبعا الطقس في الكنيسة له تاريخ والتاريخ ده يجب أن يحترم ولما نيجي ندرسه ونشرحه للناس نشرحه بطريقة نفهاش تشكيك يعني ممكن أقول كان زمان بيصلي المزامير منفصلة عن القدس دلوقتي احنا ضمنهم على بعض علشان ما نضيعش فرصة ان احنا نصلي المزامير ويبقى الناس فهمة ان فيه تاريخ العقيدة لا تتغير ولا تتطور لكن الطقس كائن حي بنعبر بيه عن محبتنا الربين فما هو مستقر في الكنيسة نلتزم بيه ولحظوا احنا كنيسة نظامية لينا ريس لينا البابا ولينا مجمع فيبقاش كل واحد بيقول حاجة من عنده وهل لينا مرجع تخيل لو كل كاهن في كنيسته عنده رأي معين ونفزه ما بقتش كنيسة اللي بيخلي الكنيسة كنيسة اللي احنا لينا ريس مش لازم كلنا نخده على البابا وللمجمع المقدس وفيه لجان في المجمع المقدس لجنة الطقوس يعني انا لو لي رأي مثلا ان نلغي المزامير قبل القداس ابعت مذكرة فيها دراسة بحثية للجنة الطقوس لجنة الطقوس تدرس الامر وتقول اه موافقين او مش موافقين واللي هيتعمل نعمله كلنا لكن انا ادخل كنيسة اللي اهم ماشيين بالنظام كنيسة تانية بالنظام تانية وبقتش كنيسة ارثوكسية بقت كل واحد بمزاجه فاحنا كنيسة نظامية لينا رياسة ويجب ان يخضع على الجميع لهذه الرياسة ولما يكون عندي رأي يعرضوا على الرياسة الكنسية يعني الكاهن ده اكيد عنده اسقف يقول له ايه رأيك يا سيدنا نعمل كده هيقول له ايه بقى الاسقف هو الملتزم لكن كل اتخيل انا عندي في منطقتي كل كاهن يمشي بطريقة غير التانية كيف تكون كنيسة واحدة وايه الدرر في ان احنا نصلي المزامير قبل الاداس ايه الدرر وهل الكنيسة لما علمتنا الصلاة دي حاجة وحشة طب انت لو ما صلتش المزامير قبل الاداس هتصليها امتى صلينا الاداس من سبعة التسعة من تمانية العشرة وروحنا اشغالنا هيجي لي وقت امتى عشان اصلي المزامير ما دي فرصة حلوة كنيسة جمعت المزامير اللي مفروض اسناء فترة الاداس يعني عشان كده يقولك في ايام الصيام كبير بنصلي ثالثة وستسعة وروب ونوم هل نلغي ده كله؟ ثلثة وستسعة وروب ونوم فالصيامات اللي هي مش زيه الصيامة الكبيرة بنصلي التالثة وستسعة ايام في هالصيامات بنصلي التالثة وستسعة هل كل الانظمة دي تتحدى بكلمة يقول ان ما لهوش لازم انصلي مزامير ما تضرر مصرات المزامير وبعدين لما يقول مش مهم نصال المزامير طب ليه الكنيسة حطتها هيقول ملهاش سبب طب ليه استقرت واستمرت ليه البابا كرولوس كان بيصال بالمزامير دي ليه البابا شنودة كان بيصال بالمزامير دي ليه البابا يوساب البابا مكاروس البابا يؤنس هو احنا كل واحد تطلع في مخو حاجة يقولها واذا كان حد بيقول بحث في مثلا معهد علمي لتورجي يجب ان احنا جماعة بتوع الدراسات البحثية دول يترفقوا بينا يعني انت تقول الحاجة دي دخلت في القرن العشرين او قرن السعتاشر وتدرس ليه دخلت وتقول هنه بطريقة ايجابية مش بطريقة تشكيكية طبعا احنا عندنا اسدزة لتورجية في كنيسة في منتهى الطقوة على اعلى مستوى من الطقوة لما انا نفسي باعد اسمع منهم محاضرات وتعلم لكن ما يشككش في الكنيسة وفي ممارستها فارجو ان احنا ما نسمعش كلام باي نوع من التشكيك كنيستنا حلوة مستقرة وبالطريقة اللي احنا عايشين بيها النهار ده طلعت قدسين انت نسين ان المزامير دي بتعمل قدسين ده حياة البابا كرولوس اللي هو رجل الصلاة كانت كلها مزامير فليه نحرم الناس من المزامير ونقول لهم ملهاش لازمة الحاجة اللي ممكن تعلم بيها بقوة ومحدش يقولك انت بتعمل ايه امنع الناس من الخطيئة لكن تبنعهم الصلاة امنع الناس من الشوشرة اثناء الصلاة امنع الناس من الكروتة في القدس امنع الناس ان هما ما يقولوش للألحان لكن بيقولوا ألحان افرح بيهم بيصالوا مزامير افرح بيهم وقفين في هدوء شجعهم وقفين بساعتين تلاتة بيصالوا دي حاجة كويس مين يزعل من طول الصلاة الى الشطاء فارجو ان احنا ناخد بالنا اللي بيعلم يلتزم بما هو في الكنيسة مستقر لو له رأي خاص او بحث عمله يقدمه للرياسة الكنسية قبل ما يعلم به ورياسة الكنسية ممثلة في المجمع وقدسة البابا على الرأس الكل او اللجنة المختصة بالبحث اللي انت عامله وبعدين هما يقرروا وتبقى انت قطر خيرك افتنا ببحث كويس لكن لما يكون البحث ده مجرد تاريخ وانتقول مثلا في القرن اللي فات ما كانوش بيقولوا اللحن الفلاني او اللحن ده وتدخل في الحتة الفلانية مش معناه نلغي دلوقتي لكن بنقف فاهمين بس قصته ايه وتاريخه ايه وبعدين ايه الوحاشة اللي موجودة في ألحان الكنيسة او الحاجات اللي بنقولها من الناس فرحانة ومتعزية ليه نكد عليهم نقولهم بلاش الحاجات دي ارجو باللي يعلم يلتزم واللي بتعلم ما يلقطش اي حاجة او ما تلاقي حد بشككك اقفل ودانك وكويس ان في حد بعت السؤال ده لانه معناها ان الناس تشككت طب وانت ايه هدف التعليم اهل انا بعلم عشان اعمل برجلة هو اللي مؤتمر على التعليم في الكنيسة ده هدفه في الاخر ايه ان الناس تنموا في الروح ولا انزلهم تحت ناس بتصلي مزامير اللي هم ما تصلوش وقال هدفي في التعليم في الكنيسة اخلي الناس تبقى فخورة بكنيستها وفرحانة بيها وبتقول احنا مفيش كنيسة في العالم زي كنيستنا ولا اشككهم اقولهم كنيستنا بتقلف وبتخترع وبتزود وملهاش لازمة ايه الهدف يعني انا طالع كل كلمة تبقى للبناء مش للهدم كل تعليم في الكنيسة يكون لطمأنينة الناس وتشجعهم على الصلاة وتشجعهم على التوبة مش ان انا اخليهم يشكوا في اللي بيقولوه لحني بيتقال في الكنيسة يستمر يتقال لحني اندثر نحاول ندور عليه ونطلعه ونحفظه للناس ونقوله لان ده تراث خسارة كان فيه جمال روحي وجمال عقيدي وحاجة كويسة ليه تضيع مننا فاللي موجود كمان يضيعه الايجبية موجودة في الكنيسة من بدايتها لان ذات نفس ابقنا الرسل كانوا بيصلوا المزامير كما هو واضح في سفر الاعمال بطرسوا يحنا طالعين للهيكل فوقت الصلاة الساعة التسعة بطرس طالع فوق الصدح يصلي الساعة السادسة وليساعة منام ووقعت عليه غيبة وشاف الملاية اللي نزل من السماء يبقى إذا المزامير موجودة وبعدين المزامير دي مش موجودة بس في كنيسة الابطية كتاب الايجبية بصور أخرى موجود في الكنيسة التقليدي بيصلوا في سواعي إيه المشكلة؟ أرجو أن ننتبه لأي تعاليم غلط ما نقبلوش واللي بيتكلم غلط يقف علشان الكنيسة تمشي في أمان مش نقصين تشككات كفاية اللي برة بيشككوه اشتركوا في القناة